في إطار فعالية مؤتمر المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة الذي تستطيفه مملكة البحرين والذي يقام تحت راعة جلالة الملك حمر بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة أقامت اللجنة المنظمة للمؤتمر حفل عشاء في قلعة الرفاع على شرف ممثل الوفود المشاركة من 41 دولة ورحب اسمه الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للفروسية وسبقات القدرة نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لمؤتمر الواهو رحب بجميع الوفود المشاركة في المؤتمر ببلدهم الثاني مملكة البحرين متمنيا لهم طيب الإقامة ومشيدا في الوقت ذاته بجهود جميع عضاء الجمعية العمومية للمنظمة الدولية ومؤكدا حرص مملكة البحرين على ترجمة رؤى القيادة الرشيدة بتحقيق النجاح المنشودي للحدث واجرى على هامش الحافل لاستعراض موسيقي نفذته كما جرى استعراض الخيل العربية البحرينية الأصيلة مصاحبة بقصائد شعرية تمثل القيمة الحقيقية التي تجسدها الخيول في تاريخ التراث البحريني الأصيل وحرصت اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر على إقامة الحافل في قلعة الرفاع وذلك في إطار استراتيجيتها باستقلال تواجد هذا الكم الكبير من الدول المشاركة للترويج لأبرز الأماكن التراثية في البحرين بالإضافة إلى الحرص على عكس صورة تنظيمية مشرفة عن المملكة وإيمانا بأهمية إبرز أهم المعالم التراثية الوطنية هذا وأعرب المشاركون عن عميق شكرهم للحفا والبحرينية البلغة مقدرين دور سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة نيجل سمو ولي العهد وتوجيهاته التي ساهمت بتحقيق نجاح منقطع نظير للمؤتمر العالمي للخير العربي الأصيلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر